وهنا يأتي دور اللعيب اللي بالنسبة لي لعيب كبير قوي 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 يا كريم ولعيب نحلة بالنسبة لي لعب قدراته تتجاوز تتجاوز كل من كان في الملعب في لعيب اللي خاد رجل المباراة قول ليه خاد رجل المباراة لكن اللعيب ده بلاتي توري بلاتي توري عمل كل حاجة ممكن تتعمل أنا خلي قولك رقم مرعب احنا اللي بنتكلم يا وكري بنتكلم على بعض اللاعبين اللي انتقلوا من أندية إلى أخرى كنت بقولك الأفرد جيبتاعه في المباراة 13 استخلاص للكورة بصها كريم بصها رقمه قبل أخير يا كريم استخلاص للكورة 27 مرة 27 استخلاص للكورة في 90 دقيقة ده في المتوصل بتاعي في 120 دقيقة مش ممكن مش لعيب بيستخلص ده مش بس كده انت لما تيجي بص على الرقم ده الواحده لما تيجي بص على الرقم السبعة وعشرين ده الواحده تقول ده رقم عظيم جدا لك اللاعب دستروير بكفاءة طب يلا بقى تعالى نتفرج على الفيديو نتفرج على الحالات ونشوف الراجل ده اللي تسخلص الكورة 27 مرة كان بيعمل إيه كمال أدوار تانية في الملعب الراجل ده واحد كان دايما متواجد تحت الكورة في اتجاه الكورة اتنين وورك ريت غير طبيعي من اللاعب بيلعب لوحده في وسط الملعب بعد طرد سحبنا عبدالله السعيد ونزل قسامة جلال مكانوف ونفضت وسط الملعب من اللاعب وليدي الكارت ما عندهش القدرات البدنية ولا وورك ريت اللي قدر يعمله علشان يساند إبراهيم بلاتي توري فالراجل ده كان بيقطع عرض الملعب لوحده فورك ريت غير طبيعي طيب قبل ما نروح للحالات يلا بينا عايز أقول لك خبر وعايز أقول لك حاجة في الكواليس قولي بلاتي توري قبل مباردت اليوم هو عقده ينتهي بنهاية الموسم مع نادي بيرامد وحاجة كتير الناس ما يعرفهاش أنه النادي الآلي كان بيفكر في بلاتي توري صحيح وبيفكر في بلاتي توري أنه يتعاقد معه بعد نهاية الموسم لعله عاسي يبقى مع ديانج أو حتى ديانج لو خرج بره بلاتي توري تعويض لقاليو ديانج بعد نهاية الموسم صحيح منذ اللحظات قولي إلا برامة تكرر تمديد عقد بلاتي توري موسم إضافي مقابل 650 ألف دولار متفهم معك جدا جدا حط بس تفصيلة صغيرة يلا أنه التمديد هو كان موجود كخيار داخل العقد بالضبط بشرط أنه يكون التمديد قبل نهاية الموسم يعني يتبلغ اللعيب وخلي بالك التمديد ده التمديد ده كان بموافق البيرامدز بس مش بموافقة اللاعب وبيرامدز يعني البيرامدز كنحطه أنه أنا أقدر أمدد لك أو أن أنا عندي خيار مد العقد لمدة موسم إضافي إذا ما رغبت فطبعا بعد هذه المباراة تحديدا طبعا الرجل بيقدم أداءات عظيمة جدا في كل المباراة لكن النهاردة تحديدا اتمدلوا العقد أوتوماتيكلي في قدت موسم بعد نهاية السنة وأنا بفرج على المباراة النهاردة وبسرش اكتشفت أنه هو فعلا نهاية الموسم عاده ينتهي صحيح فأنا متجنن إزاي بيرامدز الحال لوقتي ممدش عقد بلا توري إزاي لايب فيها وكممكن يمضي في حتة فناير بلا توري حتى لو ما عندوش عرض في مصر فأكيد هيبع عندو عرض خارجية كثيرة جدا وعرفت كمان من زمائلنا في الأعداد أنه النادي الأهلي كان مهتم بلا توري وأنه يتعاقد معاه يقيمة بديل لديانجي لو ديانجي خرج للاحتراف أو يبقى مع أدي ديانجي كمان في وسط المرحة وأكد لك كمان يا كريم أنه الأداء النهاردة خلق دار بيرامدز تعجل بالأمر لكن كان فيه قرار داخلي داخل بيرامدز أنه كده كده العيب يكمل يعني كده كده العيب يكمل لكن معنا لسه لحد شهر سبعة براحتنا العقد برغبتنا نقدر نجدده مقابل إحنا هندفعه الرقم 650 ألف دولار كراتب سنوي لبلاتي توري طبعا ابقاؤه داخل بيرامدز لمدة موسم إضافي بعد الست شهور المتبقين مكسب كبير جدا جدا لنادي بيرامدز لأن بلاتي توري مؤكد كان هيبقى صراع مش بس داخل مصر نتفع معاك وخلينا أقول لك يا كريم أنه من عشر تيام تلقى عرض كبير جدا دبل الرقم ده كراتب سنوي من أحد الأندهاء السعودية بلاتي توري آآ يعني عنده عرض دبل الرقم ده من أحد الأندهاء السعودية ووزيدك من الشعر بيت كان في بعض الكلام من بعض الأندهاء الفرنسية لكن الموضوع موصولوش عرض موصولوش عرض رسمي لكن كان في بعض الكلام إنه في بعض المراقبات للعب من بعض الأندهاء الفرنسية إنه يرجع تاني لنه aer wrinklesحط включ قولي بقى بلاد تورية اعمل النهاردة في المباراة اعمل حاجة كتير او كريم خلينا نبدأ الحالات بلاد تورية كريم لما اتكلم زي ما قلنا الوضع اللي بتفرجش على المباراة النهاردة بص واحدة 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 من يتكلم عباقات تورية هنو أتكلم واحدة واحدة لانه يستحق ان احنا نتكلم عليه تفصيليا بلاد تورية النهاردة كريم زي ما قلنا فرقة بتلعب قصة فرقة 10 قصة 11 والرجل المدرب لما جيه كرر عشان يضبط خط اتفاعه ده الطبيعي سحب العيد من وسط الملعب بقى الراجل ده بيشتغل في عرض الملعب لأحده هجيب لك لقطات للعب من كل حتة في الملعب بيدافع بيعمل يعني كرات طولية وبيكمل حد الثمنتاشر بتاعت المنافس طول المية وعشرين دي يلا بص هنا الراجل رايح مع مين نازل صائت على زيزو علشان يقفل عليه الكرة دي من اولها اهتلم عليش من اولها تاني الكرة دي ليها اول اهي بص مين اللي صائت اكريم هنا مع زيزو وزيزو عارف صعب يعدي صعب يعدي من بلاتاتوريه ففضل واقف هنا ما رحش مع الكرة وفضل قافل زاوية التمرير وعمل حاجة كريم اللي تسميها يعني عارف انا واقف فين من الخط واللعيب زميلي واقف فين فانا عارف اقفل الخط واقفل جوه الملعب فضل قافل الخط بالواقف دي بالزبط على احمد زيزو وراح كمل كمل وراح واخد الكرة تحت الضغط سلم وركز تحت كلمة تحت الضغط يا كريم مش اندي بتميز اللعيب عن اللعيب انا ازاي طول الوقت وانا لعيب مركز ستة اتضغط عليها بواحد يتقفل زاوية تمرير اتضغط عليها باثنين بطلع بين الراجل ده فقط الكرة النهاردة مرتين بس يا كريم في المبارا مرتين فقط في مئة وعشرين ديها كمل في نقص عادة دي طبعا وبلعب لوحدي في وسط الملعب بعرض الملعب يعني اجيل حلولي قلت طبعا بص هنا كريم بص هنا كريم هنا في زاوية تمرير خمسة في وسط خمسة في وسط خمسة ما عندوش مشكلة حطو كرة تحت رجلي ما بيخافش ما بيخافش هنا حجز على كورته يتزقب ما عندوش أزمة ما امن فوسط 4 مانعدوش خمسة في وسط اربعة فوسط اي حد ما عندوش مشكلة بص اكن بول سكن بول هي دور تاني واقف دايما مستني سكن بول بص با بعد السكن بول هي عامل ايه بص تمرير طول نكحة لان هي وصلت للجناح نكحة تمرير طولة نكحة بص اللي بعناقه كمل كمل بص قص عاكس استلم عندوجو مشكلة. ما عندوجوش قد نأزمة. كمل تاني. كمل تاني. حوطها حوطها تاني هنا. بص يا كری. ما عند وجو مشكلة دخل مكمل فين digo ви ، ماركز ستة ما عندوجوش مشكلة كمل ، كمل ، كمل ، كمل. الراجل داخل عمل presente سال 있기 عمل حلقة أطاع 3 مجرد تحرك بدون كورة. كمل ، كمل ، كمل ، بص الراجل هنا قطع فين بياخد السكن بوا fighting الحياة ، ومعليش رجع للكورة لفيت ؟ رجع له كورة لفت تاني. بص يا كري بياخد سكن باي منين. ساكن بقول من التلت الاول لما لحب الزمالك. دا لعيب مركز ستة وفرقته نقصة واحد وهو اللي شال الجزء الدفاع كله. كمل. كمل كمان. يلا الحل اللي بعدين. اللي بعد. بص ما عنديش مشكلة. بص. بص طولي سليم. ما عندوش ادنى مشكلة. يعملوا دياجون بالقطري. او طولي. ما عندوش ادنى مشكلة. الرؤية يا كريم. الرؤية. لعيب مركز ستة وعندو الرؤية دي. بص تاني. ما عندوش ادنى مشكلة. هتروح. اهي. داخل معرفة دوسة. دكت الكرة الطولية كمان هتروح مشكلة فيها كبيرة. انت ممكن تاخد القرار بس ما تعرفش تعملها بالدكة دي. لا. انت تاخد القرار. وعندك الرؤية. وبتعملها بالدكة. وبتروح للايب بتاعك. صح. يعني. وعملها. على اليمين. على الشمال. طولية. مستقيمة. لفخر اللقاي. ما عندوش ادنى مشكلة. كم. الحالة اللي بعدين. حالة اللي بعدين. حالة اللي بعدين. لفخر اللقاي. بص اكري. بص اي. دي. ما هي. هي. دي. دي اللي اتحطت. اه. وشالها. وشالها. نرجع. نرجع تاني بقى. نتكلم على فخر اللقاي قبل ما ننقل. اه. على الحاجة اللي بعدها. اه. نتكلم عفوا على بلاتي توري. بلاتي توري الكريم. النهاردة. السبعة وعشر استخلاص. السبعة وعشر استخلاص. اتعاملوا. لو لو موجودة الهيت ماب تعرض للهيت ماب. اتعامل منهم اربعتاشر استخلاص في نص ملعب الزمالك. كمان. ده بيسمولي استخلاص الاستباقي. انا بقطع الكرة من نص الملعب وانا ناقص. هتقولنا جمع الخريطة الحرارية. هتلاقي اتجاه الخريطة الحرارية. السهم فوق ده اتجاه اللعب. يعني ده بيراميدز. وهتلاقي الزونز. الاغمأ. دي فين? اهي. بص اكري. في نص ملعب المنافس. في نص ملعب. مش طبيعي. في نص ملعب. انا بعمل اربعتاشر استخلاص من سبعة وعشرين. في نص ملعب المنافس. ليه? عشان اخفف كمان الضغط على قرية. ده انا بطل اعتقلت فوق. وبنزل اشيل من تحت. الراجل النهاردة عمل كل حاجة ممكن تتعمل. وبص بقى على تاكتكالي. لما تيجي ببص تحت كان بيدغط فينا كريم. بص اخر حاجة عند السهم اللي موجود فوق. فيه اعلى الصورة. على اليسار. بص فوق. الزون الغامقة دي. ده النحي الشمال بتاعة بيرامدز اللي كان بتضغط عليها بزيزو وعمر جبر في الشوت الاول. كان بينزل يعمل السابورت لمحمد حمدي. وده اللي دبط الاقاع بعد حالة الطارد. ان الزاوية اللي اخترقك كتير جدا في اول ربع ساعة او في اول عشرين دقيقة. اتقفلت تماما لانه كان بينزل. زي ما نوريتك انه بينزل قفل على زيزو من بدري. الراجل كمان بيطلع يقطع الكرة وبيطلع يشتغل من نص ملعب المنافس. هاي. بلاتي توري كنز لبيرامدز. كنز بسلام. كنز البيرامدز. وجاء له مدرب يعرف يستفيد من الكنز ده. لان عنده لعيبة. وخلينا اقول لك من ضمن الكنز دونج العيب كبير. دونج العيب كبير. لكن مع تعاقب المدربين على بيرامدز من وقت تواجه بلاتي توري. رغم ان دونج العيب كبير. بلاتي توري هو اللي خد الاساسي. لانه عنده القدرة مش انه بس ديستروي. هو عنده القدرة يعمل كل الشغل اللي احنا شرحنا ده. بلاتي توري طبعا. نجم المباراة. فنيا في وجهة نظري.